من بون الألمانية معي سيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافعة الإرهاب والاستخبارات مساء الخير أهلا بك معنا دكتور جاسم ما الذي سيغيره يوم غد فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء ما يتعلق في اجتماع يوم غد الخاص بدول التحارف ضد تنظيم داعش يتركز في موضوع المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا وبالتحديد المعتقلين عند قوات سوريا الديمقراطية وعودتهم خاصة ما يتعلق بالجانب الأوروبي فبالتأكيد دول التحارف سوف تجد ربما إجراءات أو تتفق على إجراءات ضرورة إعادة هؤلاء المقاتلين إلى أوطانهم لكن يذكر بأنه لا توجد هناك معايير ثابتة داخل دول الاتحاد الأوروبي ولا حتى داخل المفاوضية الأوروبية لكن هناك اتجاه داخل الاتحاد الأوروبي والمفاوضية الأوروبية بعودة هؤلاء المقاتلين بالتنسيق مع العراق أجهزة الاستخبارات وكذلك مع الجماعات المسلحة والطليب الأحمر في سوريا على أي أساس يجب أن يتم التعاون المشترك أصلاً موجود بين هذه الدول سيجاسم وما الجديد الذي سيضيفه يوم غاد فيما يتعلق به ولا انطلاقاً من كل تطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة التحالف الدولي ربما غدا سوف يجد ضوطات خاصة على بريطانيا وأعتقد على فرنسا بضرورة استقبال المعتقلين من المقاتلين الأجانب لدى قوات سوريا الديمقراطية تحديداً وعدم إبقاء هؤلاء المقاتلين في سوريا كون أنه هناك زخم عند قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى ذلك تقديرات أجهزة الاستخبارات تقول بأن هؤلاء الجماعات ممكن أن تتسرب وتحمل القتال السلاح من جديد فإذا أجد سوف تكون ضوطات على بريطانيا وفرنسا في الغالب أكثر من بقية الدول الأوروبية باستقبال المقاتلين الأجانب ضرورة الموقف اليوم وخطورته وهذه المخاوف التي دائماً ما نتحدث عنها من عوضة المقاتلين سيد جاسم هي من أهم عوامل مؤتمر غد أقصد بالمناقشات أم المعلومات التي توفرت في الفترة الأخيرة لهذه الدول هناك معلومات كثيرة أضيفت فيما يتعلق بالأعداد بالجنسيات هؤلاء البلدان التي ينتمون إليها خطر هؤلاء صحيح؟ ربما المعلومات أو المعلومات التي تم استحداثها في الأشهر الأخيرة يذكر بأن في عقاب الرقة وعقاب الموصل لم تكن هناك بيانات لم تكن هناك إحصائيات لكن نجد بعد مضي شهور من تحرير الموصل والرقة بدأت بعض الجماعات المسلحة في سوريا وكذلك في العراق الحكومة رسمياً بدأت تظهر هذه الأعداد فإذن نحن أمام بيانات جديدة هذه البيانات يجب عندما يتم الإعلان عنها يعني هناك التزام في العلاقات الدولية أو التزامات سياسية من قبل الدول الأوروبية بأن تقوم بتقديم الخدمة القنصلية على الأقل في عادة المواطنين أو من مقاتلي تنظيم داعش إلى دولهم أنا أشكرك من نبون الألمانية سيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافعة الإرهاب والاستخبارات ترجمة نانسي قنع